الموضوع الثالث وبما أننا برنامج سوشيال ميديا ومهتم جداً بأي تغريدة بتكتب على تويتر أو أي صورة موجودة على الانستجرام أو بوست موجودة على صفحة التواصل اجتماعي الفيسبوك نهاردة صحينا على كلام كبير قوي بخصوص مركز التسوية والتحكيم وهل اتحاد القورة بينفس قراراتها ولا ما بينفس قراراتها وهل اتحاد القورة عنده ما يفيد أو اللي حد تسمح له أنه هو ما ينفس قرارات مركز التسوية والتحكيم ولا لا احنا دايماً بنحاول نزيل أي لابس وأي لغة حول أي موضوع ولو السوشيال ميديا بتحاول تطرح قضايا وموضوعات الحمد لله التريند بيبقى جاهز للرد على أي موضوع خدمة خمس نجوم لكل جمهور النادي الأهلي أنا مش هتكلم على قانون الرياضة بيقول إيه ولا لايحة اللجنة الأولمبية طبعاً القانون بيجوب بأي لايحة أي بند موجود في قانون بيجوب بأي لايحة فبالتالي قانون الرياضة واضح والليحة اللجنة الأولمبية واضح لايحة اتحاد الكورة نفسها اللي اتحاد الكورة بيلتزم بكل بندها اللي 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 تم اعتمادها من الاتحاد الدولي واللي منشورة في الوقاعة المصرية في 2017 ما ليش دعوة باللايحة الجديدة اللي لسه ما تمش اعتمادها وتم نشراها في الوقاعة المصرية أنا أتكلم على آخر لايحة اللي قدامكم على الشاشة المادة 79 بتقول إيه؟ على الاتحاد المصري لكرة القدم تنفيذ قرارات مركز التسوية والتحكيب الرياضي المصري وفقاً للقانون والمواصيق الدولية البند واضح وصريح وده لايحة ايه؟ لايحة اتحاد الكورة اللي منشورة في الوقاعة المصرية طيب ساعة أزمة مباراة 99 أو دوري 99 اتحاد الكورة أعلن كذا مرة وقال أنا غير ملزم بتنفيذ قرارات التسوية والتحكيب وأنا اطلعت هنا كذا مرة وقلت الكلام ده غير صحيح لكن ما كناش منتكلم واش عايزين ننشر الليحة ونتكلم فيها لغاية لما نشوف المراحل النهائية لاني خدوا بالكم مهم جداً لما بتاخد قرار من مركز التسوية والتحكيم لازم يكون قرار نهائي بات فطبعاً لسا القرارات كلها لغاية اللحظة دي القرارات مش نهائية ولكن أنا بقول الاتحاد الكورة كل قرار نهائي بات بيصدر من مركز التسوية والتحكيم انت ملزم بتنفيذ وإلا خدوا بقى المفاجأة دي ما كنتش حضرتك جيت في الليحة اللي حلاني الفيفا اعتمدها ومستني مراجعة اللجنة الأولمبية والوزارة عشان تنشرها في الواقع المصرية وتشيل منها بند مركز التسوية والتحكيم وتكتفي ان اخر قرار ملزم بالنسبة لك هو لجنة الاستئناف في الاتحاد المصري لقرة القدم تمام؟ وإلا ما كنتش جيت في الليحة اللي بيتم اعتمدها حالياً ونشرها في الوقاعة المصرية عشان على اساسها يكون في انتخابات في 2021 وتشيل منها بند مركز التسوية والتحكيم لسا ما عرفش اللجنة الأولمبية اعتمد الداء والوزارة اعتمد الداء لا لنأ لنأخذ بالك وده مخالف لقانون الرياضة لكن 2017 انت ملزم في احكام صدرت امبارح واول امبارح بتخص لعيبة بتخص اندية منافسة هنشوف هتنفذ ولا مش هتنفذ لانك لو نفست هتضطر تنفذ كل اللي فات ولو ما نفستش هتبقى بتخالف ليحتك والقانون فانت ما بين نارين هنشوف اللي يحصل للفترة الجاية وسبحان الله اخرج لفاصل وبعد الفاصل نرجى مع بعض ونشوف باقي فقرات برنامج الترند ولسه عندنا مفاجآت واخبار مهمة جدا بتخص الاهلي قبل انطلاق المشوار الافريقي يوم السبت القادم اشتركوا في القناة